موسيقى موسيقى نرجع لك تونس البارح صدر البيان المنتظر متاع المجلس الاعلى للقفاء اللي عندنا مديدة نستنوا فيه اللي خص الطيب راشد والبشير العكرمي نذكروا اللي لولاني رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعنده شبهة فساد وإثراء غير مشروع ديجاتنا حاطلو الحسانة والثاني وكيل جمهورية وقاضي تحقيق سابق منتاع قضية شكري بالعيد والجهاز السري وعنده شبهة تلاعب ملفات وقضايا إرهاب وهو ما راهوا اللي اتهموا بعضهم بالشبهة هذه إعادة البي راح نستنوا في قرار المجلس الاعلى في شأنهم بعد ما انتفقوا دايما تعلو زارة بحثت في الموضوع وبعثت تقرير للمجلس ويا لي هولي ما اكتشفنا المجلس الموقر اعطانا ديباجة دوخ على سيادة القانون والاستقلالية والحوكم الرشيدة ونزيها وشفافة وجماعة الكل من بعد قال لنا هاو كاسيبو الدوسيات متاع القوضات أحلنيها لمجلس التأديب والدوسيات متاع اللي ما همش قوضات أحلنيها للنيابة العمومية كيتو غزرلها من بعيد فول عادي هذا المجلس الأعلى للقضاء مشاكل القوضات تابعينه ومشاكل غير القوضات خاتين أما سمحني يخيطي براشد مش فما ديجاء تحقيق ضده وتنحاط له الحسانة وتقرير التفقدية هذا ما فيهوش معطيات نجم تخدم التحقيق اي مولي بيست عديو في التقرير على فيلتر مجلس التأديب قبل ما يمشي للنيابة العمومية أما هذا الكله كوم وملف السيدة وزيرة العدل بالنيابة كوم آخر خطر المجلس الأعلى للقضاء فرشها سيدة الوزيرة انتي أحلت تقرير التفقدية للمجلس نهار 23 فيفري ماولي بيست من غدوة تبعث لهم مراسلة تقول لهم بطلت رجعوا لي التقرير وقرار الإحالة عليها بطلت يخي مش من ويش بك تحيلوا التقرير كيفاش تحب نفهموها هذي بخلاف أنه فم مشكون قال لك فاش تعمل يا مادام راك باش تباصينا برا اجري لم تدوسي كيفاش تحبونا ما نتذكروش الرواية اللي خرجت حول إقالة وزير العدل السابق اللي الوزيرة الحالية شدت بلاستو وقتها خرجت حكاية اللي رئيس الحكومة طيره على خطره قرر إحالة نفس التقرير للنيابة العمومية مشكينكم ياسر تروعشوا على التقرير زعماش كونوا السيد اللي تحبوا تحميوه واللي مفروش في التقرير راكو ما رئيس حكومة ووزيرة العدل ما كومش شوية مش باش تسحبوا تقرير واتردوا وزير باش تحميوا جرد نئب ولا حتى وزير تياذوكم هاي الطهام طيحين كالذباء هذا ريحتو متاع رئيس ولا أمير ولا شيخ ولا ملك ما أقلش من هكا من هو مستر إكس يا رئيس الحكومة؟ من هو مستر إكس يا وزيرة العدل؟ أسمعوا هاو بش نعطيكم فكرة شبابة؟ أشقو لكم تحيلوه لينا التقرير